لقد حصل بخصوص موعد اللقاء فإن شاء الله نتمنى كل التوفير لنادي الأهلي عندي تفاصيل مهمة بس قبل ما أتكلم في هذه التفاصيل عايز أتكلم عن قصة النادي الأهلي وأنه في ناس دايماً بتحاول تضع عرقيل في مسيرة النادي الأهلي النادي الأهلي بادى دور المجموعات بشكل ممتاز فوز على المريخ بنتيجة 3-0 بأداء كمان أكثر من رائعة في الحقيقة لكن البعض يعني مش عاجبوا الكلام ده يعني في ناس كده ما بيعجبهمش الأهلي يبقى كويس أو الأهلي يبقى الدنيا بنسباله ماشية بالشكل الأمثل فقال لك إيه؟ تعال نركز بقى شوية على موضوع قهربة والمشادة اللي حصلت مع لعب المريخ وطبعاً بعد ما في صحيفة في السودان قالت أن في شكوى هتتقدم من المريخ في قهربة وأنه قال كلام عنصري وكلام طبعاً لا يمت بالواقع بصلة يعني في الحقيقة فعندنا هنا شوية البعض يعني بيحاول يركز على الجزئية دي ويحاول يحط عرقيل في مسيرة النادي الأهلي وكلام غير منطقي إطلاقاً وده أمر غير مسموح لو جينا نتكلم على علاقة الدولتين ببعض مصر والسودان هنحتاج أيام عشان نتكلم في الموضوع ده علاقة أكثر من رائعة ومميزة هتفضل ممتازة ما بين البلدين لما تيجي تتكلم على علاقة ما بين الأهلي وأندية السودان سواء الهلال أو المريخ هتفضل برضو علاقة مميزة وما فيش أي حاجة ولا حتى خبر هيعكر العلاقة دي ما بين الفرقيتين أو ما بين الأهلي وأي نادي سودان فده أمر غير مسموح بيه في الحقيقة وحتفضل علاقات مميزة البعض كمان حاول يستغل إن كهربة في القصة وإن مثلا المشدة دي حصل ودي حاجة طبيعية بتحصل في الملعب يعني اتنين بيشدوا مع بعض أو أي حد بتحصل في كل مطش على فكرة فأي مطش بتتفرج عليه سواء هنا أو في أوروبا أو في أي حتة بتلاقي فيه مشادات بتحصل طبيعي يعني شدت ملعب لكن الناس السغلية موجود وكيف يشدوا مع الكهرباء فلازم نكبر القصة شوية والناس بقى تانين بيحاولوا إن هم إيه يعني يعملوا مشاكل للنادي الأهلي في البطولة وقبل ما النادي الأهلي يروح يلعب في السودان الأمور هتبقى أكثر من طبيعية العلاقات دايما ممتازة وجيدة أنا عايزة أستشهد بتصرحات سيد عمر محمد عبدالله عضو مجلس إدارة المريخ السوداني لما كان متواجد مع البعثة هنا في القاهرة من أسبوع أو أقل واتكلم عن العلاقة الممتازة ما بين الأهلي والمريخ تعال نشوف تصرحاته وإيه ونرجع مرتب الله أمر ليسوا بمستقرب نحن نشرب من نيل واحد وشعب واحد فرقت بنا دواعي استعمارية فنحن شعب واحد نفرح لفتنا في مصر ونحزن لحزنهم كانت فرحتنا كبيرة بين النادي الأهلي المصري هذه البيدالية البرونزية بوضولة أندية العالم وغررنا في مجلس إدارة المريخ أن نكرم النادي الأهلي بدرع فرحة مننا بهذا النصر الذي حقق للعرب وللأفارقة قال لك إيه شعب واحد وجمهور واحد هم نفرح لفرح الأهلي وبنزعل لزعل الأهلي ونفس الكلام جمهور الأهلي فرح دين المريخ أو نادي الهلال وبيزعل لزعلهم العلاقة دايما ممتازة ما بين الشعبين وبين الجماهير وبعضها أو لو ما بيحصل بعض الحاجات ده الوارد بيبقى في كرة القدم لكن فيه ناس عايزة تاخد القصة في اتجاه فقليل الأزمة بتاعة مصر والجزائر والانتخابات اللي حصلت قبل كده في 2009 في تصفات كاس العالم الناس عايزة تاخد الموضوع في الاتجاه ده فمش هنديهم فرصة في الحقيقة هتفضل العلاقات ممتازة ما بين الشعبين خلينا نتكلم سويا في بعض الأخبار اللي بتتعلق بالنادي الأهلي في رحلتك اشتركوا في القناة